أهلا بكم تابعين قناتي قناة مصر الآن فيديو جديد وخبر جديد وخبرنا بيقول قبط يحتفل بشهر رمضان بتركيف فانوس بشرفة منزلي في الأكسر في مشهد مميز للاحتفال والمحبة بين المسلمين والأجباط بمحافظة الأكسر أقدم أحد الأجباط على الاحتفال بالشهر الكريم ومشاركة جيراني بقدوم الشهر الكريم حيث قام المواطن الكبطي سعد سعيد ابن مدينة إسنا بعمل لافتة مختلفة للاحتفال بالشهر الكريم حيث قام بتركيب مجسم لمسجد وفانوس وقام بتركيبه في شرفة منزلي للاحتفال مع جيرانه وتهنئتهم بشهر رمضان وقال المواطن الكبطي الأكسوري سعد سعيد إنه يقوم بتلك الخطوات للاحتفال كل عام مع قدوم شهر رمضان المبارك بتجهيز فانوس كبير لتعليقه في شرفة منزلي ومجسم كل سنة يصنعه بنفسه داخل ورشته ويضع الإنارة داخله لتجميل شرفته مع قدوم الشهر المبارك مقدما التهنئة لأبناء الشعب المصري من المسلمين بالشهر الكريم مؤكدا أن مصر محفوظة ليوم الدين بالمحبة والإخوة بين المسلمين والأطباط أما الخبر الثاني لا أهلا ولا سهلا ممنوع من الدخول حقيقة لافتات تهاجم نواب بني سويف انتشرت لافتات على فيسبوك تهاجم النواب بمدينة الفاشن جنوب المحافظة وكريطايب ليفيا وشريب باشا بمركز بني سويف وتتهمهم بعدم التواجد ومساعدة المواطنين خاصة في أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد وبعد لقاء عدد من المواطنين والنواب للتعرف على أرائهم حول حقيقة هذه اللافتات وقال أحمد مقيم بمدينة الفاشن فوجئنا بلافتات على الفيسبوك تحمل عبارة إلى السادة النواب نوابنا لا مرحبا بكم في بلادنا اللي ما يخدمش البلد والناس لا يستحق صوت الناس واسترد أحمد توجهت البحث عن اللافتة في المكان الذي ظهر فيها خلفية الصورة وللأسف لم أجدها ولكن من وقع باسمه على اللافتة ليس له صلة بالسياسة ولا يهتم بالانتخابات وأعتقد أنها من الصعوبة وضع لافتة بالقرب من مركز الشرطة كما ظهر خلف اللافتة وأضاف ناصر مقيم قرية بليفيا مركز بني سويف شاهدنا لافتة على فيسبوك تحمل عبارة أهالي قرية بليفيا ممنوع دخول ثلاثة من نواب المركز ومدينة بني سويف مدونين أسمائهم على اللافتة التي بحثنا عنهم في أنحاء قريتنا ولم نجدهم ما يدل على أن ذلك له احتمالين الأول أنها صمتت بنظام الفوتوشوب أو تم تعليقها والتقطت صورة لها ثم أزيلت من المكان موضحا أن من يفعل ذلك لا يمثل سوى نفسه فقط ولم يفوضه أهالي القرية للتعبير عن آرائهم وليست هذه هي الوسيلة الصحيحة لإبداء الرأي في تقييم أداء النواب وأكمل الحديث الأستاذ حسين مقيم بقرية شريف باشا قائلا علق أحد أبناء القرية الذي لا يتعدى عمره 18 عاما لافتة بالشارع العمومي تحمل نفس العبارات وأزيلت اللافتة من مكانها وحركت بواسطة شقيق الشاب الذي علقها وذلك بعد نشرها على الفيسبوك من جانبه رفض الكثيرون من النواب التعليق على ما يحدث بينما يرى قليل من النواب الذين رفضوا ذكر أسمائهم أن بعض المتطلعين لخوض الانتخابات القادمة هم من يقفون خلف هذه اللافتات وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبرنا اشترك في القناة من علامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية